السلام عليكم. انا محتاج سؤال بس اخد واضح بيئة بس. اتفضل. حضرتك بوقت احنا كنا سمانة وحضرتك ان انت في تحريم لتصنيع الماركات على الملابس الرياضية تمام? اي. احنا كان عندنا مصنع وقفنا موضوع الماركات ده وبدأنا نصلنا على ماركات تانية. الماركات تانية تخصينا احنا. طيب. السوق ممشيش. فقفلنا المصنع واحنا عندنا مكتب جملة ومحلة قطاعي. السوق المصر دلوقتي اي حاجة حتى لو شراب بخمسة جنيه بيكون مبع عليه اي مبع كده باسم ماركة علامية عشان السوق المصري بقى باخد على كده. تمام? احنا دلوقتي الحكم فيك تجارة ان انا مكتب جملة. ان انا جب من المصانع. وتاجر فيه للمحلات. والحكم فيه بالنسبة للمحل القطاعي. يعني حتى الشراب الحزمة الشنب. الكلام ده كله بيقعدوا عليه حاجة للمسكة. اه اي مركة تانية. شوف يا اخي الكريم يعني معذرة معذرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا. وقال من غشنا فليس منا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبه بما لم يعطي كلابس ساوب يزور. لا استطيع ان افتيك اقول لك خذ المركات وانسيبها لنفسك ولمصنعك. لا استطيع لا اتحملها امام الله. احنا احنا مفضع الفضل ليه تمام? طيب انت الان تسأل عن التجارة. انت 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 خلت الى التجارة ايضا. انت اشتري احزيمة مرسومة عليها علامة معينة مركة معينة وتبيعها لانها المركة وليست المركة. ده بلت لو حتى الشراب بخمت جنيه. الشراب والشراب اللي بيبيع بزياتة وعشرة ممكن للمضوع. باين للناس. باين للناس. ازا باينت للناس بس حتى ما ما زالت السرقة. والله يا اخي اعذرني من اجابة على هذا السؤال. استسمحك. جزاك الله خيارك.